اجتمع رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولا بباريس برئيس منظمة أرباب العمل الفرنسي باتريك مارتان ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تجمع الجانبين منذ التوقيع على مذكرة التفاهم في ديسمبر الماضي اللقاء يهدف إلى الاتفاق على شروط تنفيذ مذكرة التفاهم لسيما التأسيس رسميا لمجلس الأعمال الجزائري الفرنسي وتحديد تربتيبات العمل المشترك لتفعيله إلى ذلك تفق طرفان على القطاعات ذات الأولوية على غرار الزراعة وصناعة المواد الغذائية والطاقة والتحول الرقمية